اشتركوا في القناة كيلات سميد متوسط نصف كيلة فارينا كيلة ناقص أسبوع سمن ونكمل كيلة بالزيت ملعقة صغيرة فانيلا رشة ملح نصف كيلة ماء ونصف كيلة ماء الزهر بالنسبة لطريقة التحذير نحط في إناء ثلاثة كيلة سميد يكون متوسط مشيخشين ومشيرقيق نزيد عليه الفارينا ونمزجهم نزيد هنا الملح حوالي ربع ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة فانيلا ونمزج المكونات جيدا هنا الكيلة اللي استعملتها أنا الحجم ديالها ميتين وسبعين مليلتر معنتها جبت كاز للحجم دياله ميتين وسبعين مليلتر وعمرته بسميد وديت منه ثلاثة كيلات نزيد هنا الكيلة ديال الزيت مع السمن نفس الشيء الحجم ميتين وسبعين مليلتر أنا سنيوة اللي حنخدم فيها هاد المقادير جاء المقروض يعني الارتفاع دياله في المعقول ما جاش رقيق كيما ما جاش خشين نمزج المكونات جيدا ومبعد نبدأ نبسس فيها بهذه الطريقة يعني نشب السميد ونبقى نحكها كبين يدية هاد المرحلة بزاف مهمة لنجح المقروض أو قلب البقلاوة نحكهم عكا مليح لمدة حوالي تلتة دقائق حتى ربع دقائق هكاك نتوقف هنا جبت هنا ورق شفاف وللي حبت جيب كيس بلاستيكي ونغطيه جيدا ما لازمش كامل يدخلو لهوا ونخليه بات ليلا كاملة بعد مرور ليلا كاملة أول حاجة نحضرها هي الحشو نحط هنا ثلاثة كيلات ديال الكوكو ونحمصه ولكن نحمصه على بايد كيف نحمصه على بايد نشعل الفور ونطفه ونضع الكوكو ونجعله تحمص بفعل حرارة لتكون داخل الكوزينيا فقط زيت عليه نصف كيلة سكر عادي وملعقة صغيرة فانيلا ونخلط المكونات جيدا بعد ما خلطتها نجلب هنا ماء الزهر ونضع كمية قليلة ونبدأ نضم في الحشو بواسطة الأصابع هنا لا تجعل المظهر يغلبكم نضع كمية قليلة ونبدأ نسجف المكونات هذا السكر يبدأ يدوب ويولي الحشو ديالك مع السل ولكن إذا اضعتوا كمية كبيرة ديال المظهر ستجيكم عجنا كامل شوفوا القاوم لا ينحوس عليه كي نضغط عليه يجيني كورة ولكن سرعان ما نضغط عليها تعاود تتفتت كامل نتوقف هنا منزج ماء الزهر ونغطي الخالط بورق شفاف ونضعه في جهة يرتاح وفي هذا الوقت نبدأ نخدم في العجينة نتوقف هنا كي نشكل العجينة شوفوا كي باتت كيف شولت يعني هذا قسمية تشرب كامل اللي يدام وراهم بالسل جبت هنا نصف كيلة ماء زيت لها نصف كيلة ماء الزهر ونبدأ نضع في الخالط ونحاول نضمه بلا ما نعجنه نحاول نقسم هذا الماء المظهر على ثلث مراحل هكا ولكن لا نضع الكميه كامل نقول لكم لماذا لا نضع الكميه كامله نضعها بكميات قليلة كي بدأت نطم العجينة نزيد كميه ونتوقف هنا خليت هنا في التبسي حوالي زوج ملاعق كبار من خليط الماء وماء الزهر هذا قم بعده ونستعمله نضعه في جهة نشد العجينة نشوفوا القاوم ديالها كيفش يكون نقسم العجينة إلى قسمين متساويين نشد القسم الأول نضعه بجهة هو اللي حان نخدم به والقسم الثاني نغطيه بورق شفاف وكيس بلاستيكي ونضعه بجهة جبت هنا ورق الطهي ورق الطهي يساعدني بزاف في الخدمة نحط العجينة ونبسطها بواسطة اليد ونبعد نجيب الحلال ونحلها ونسقمها كالأطراف ونحاول ندير الحجم ديالها يكون قد سنيوه ونجيب هنا ونجيب هنا ونجيب هنا الصينية التي سنستعملها طول لها 30 سنتيمتر وعرض 24 سنتيمتر نقلب سنيوه ونضعها على العجينة وندخل اليد تحت ورق الطهي ونقلبها بهذه الطريقة يعني هذه الطريقة سهلة جدا والعجينة لا تقسم معكم كامل نسقمها بهذه ونحاول نضعها قليلا ونضعها ونضع الحشو ونضع الحشو ونجيب هنا حلال ونحاول نسويها بلا ما نضغط تولي بهذه الشكل ونجيب هنا الحشو ونرتاح لي حوالي 10 دقائق حتى 4 ساعة ونبدأ نوزع فيه ونحاول نرتاح ونشغل كتلة بواسطة الأصابع ونعاود نحلوه ونضعه عادي نوزع الحشو بهذه الطريقة يعني نبقى نحل فيه ونطور نوزع فيه على كامل السنيوة وبعد ما نضع الكمية كامل نبدأ نضغط عليها بواسطة الأصابع ولكن ما تضغطوش بزاف غير شوية فقط باش يشد روحو وباش كنحط العجينة ونبعدها راح تجيني على استقامة وحدة ظالا نحطوه بيجيها نجيب العجينة الثانية شوفو هناك ارتاحت كيفش عودة تنشفت وراهي تتكسر اهنا نزيد لها هذوك الزوج ملاعق اللي خليتهم من خاليط الماء وماء الزهر ونحاول نضم العجينة بلا مناجنها بعد ما طميتها نتعامل معها بنفس طريقة كما تعاملت مع العجينة الأولى يعني نجيب ورق الطاهي نبسط العجينة بواسطة اليد ونبعد بالحلال ونسويها تولي قد حجم سنيوة نرفض هنا العجينة بواسطة ورق الطاهي ونقلبها فوق سنيوة هنا يقلب العجينة بحذر لكي لا تقسم معاكم وكي يأتي وجه المقروض لكي لا يجيش كامل المشقق ومكسر وهنا العجينة سأتبان لكم بالكين مناطق فيها رهي بيضة هذا دليل بالكي لا أجنتها فقط ولكن لا تخافوها ونقشوها والطيب ويأتي كامل لون واحد نسويها بهذه الطريقة نزيد نجيب الحلال وما نضغطش غير شوية فقط بش يجي السطح أملس نمروا الآن لعملية التقطيع أنا كفش نقطحها نحب نجيب هاد المول على شكل مقروطة ونضغط على العجينة غير شوية فقط حكا بش تتراسيلي حبيت المقروط ويكونوا كامل بحجم واحد أحسن من أن نجيبه السكين ونبدأوا نقطعه ووحدة جي كبيرة ووحدة صغيرة أنا نحب نعتمد هذه الطريقة وحبت نوريها لكم من اللي ما يعرفهاش رح يتعلم اليوم معنا حاجة جديدة بعد ما طرأ سيت كامل المقروطات نجيب هنا سكين ونبدأ نقسم وبهذه الطريقة كما راكم تشوفوا الحبات تراهم كامل قد قد نقسم ونوصل للموسحتان الأسفل وضعها ونمروا الآن لعمالية النقش نجيب هنا النقاش أنا نحب نستعمل هذا النقاش الصغير ما نحب شدوك الكبار نشده ونبدأ نضغط على العجينة غير بشوية ونحاول ما نشت طبقة كبيرة باش ما نوصلش للحشو شديت اللي هنا عملت خط مستاقيم شدم الطرف ديال المقروطة حتى الطرف اللي مقابله نعمل على اليامين ثلاث خطوط بهذا الشكل ونزيد على اليسار كيف كيف ثلاث خطوط وهنا كل واحدة تنقش كما تحب قادرين تنقشوه كما مقروط المقلة اللي كنت ديجا عملته معاكم ثانيك راح يجي الشكل الشباب نجيب هنا يا حبالوز نحطها عكا ونضغط عليها وبهذا الشكل كنت حصلت على نقش شباب ووجات يعني الحباب خيزون طابي نزيد هنا وحدة معاكم هكا باش المبتدئات تكون عندها فكرة هنا باش ينجح لكم النقش كما قلت لكم حاولوا تستعملوا النقاش الصغير ماشي الكبير الكبير راح شوية يهب لكم وبعد ما كملت ونقشت كامل سنيوة كان هذا هو الشكل النهائي ونقشت كامل ونقشت كامل ونقشت كامل ونقشت كامل ونقشت كامل ونقشت كامل قليت كامل 650 جميع AS ونزود لها ماء الزهر ونقشت كامل ماء الزهر حوالي 4 ملعق خلطته مليح ونقشت كامل بشرط انه يكون ساخن جدا يعني معا جز جبدوه تشربه والعسيلة لازم تكون باردة ان هذه العسيلة يعني مشرية مشيلي مخدمة في الدار ولكني رح نحاول عن غارب نعملكم طريقة تصنع العسيلة في الدار بطريقة يعني احترافية ونتيجة جد مضمونة هنا بعد ما شربتها نخلص نيوة ديالي لمدة 24 ساعة يعني ما نقسموش هذا كل النهار لازم يباد باش المقروض يتشرب العسيلة وميوليش يابس وهنا بعد ما خليت المقروض او قلب البقلاوة خليته بات ليلى كاملة غضوة من ذاك اراني نقسم فيه اراني تقسم معايا بكل سهولة جانب السس ومرمل والقلب ديالوجان عسل مجاش كامل يابس شوفوا كيف اراني تقسم معايا بكل سهولة لو كان جاي يابس كين بداء نقسم فيه يبدأ والحبات يتكسروا نقرب لكم هنا احباب شوفوها عنقور بخير شوفو كيف شجام شوفو الداخل يعني جاي طبقات متماسكين الحشو جطري مملا باتيجات مرملا ومبصة جاي يعني ما شاء الله وهذا هو الشكل النهائي لما حطيته في الكيسات شكل جد راقي بمكونات بسيطة يعني تحصلنا على كمية لبأس بها وهذا المقروض ساهل بزاف قادرة اي وحدة حتى ولو كانت مبتدئة تقدر تديره شوفو يعني كيفش جاي طايب لخطر شعطيت له الوقت في طيابه هدوك اللي يقول لك هي طيب 30 دقيقة و40 دقيقة ما كش منها راح يتحمر لكم من تحت والفوق والداخل تبقى لكم راح تسميد نقسم هنا احباب معاكم شوفو كفت قسمت معايا بكل سهولة ما راهوش كامل يابس ونزيد نقسم وانا يعني الصورة تعبر عن نفسها وصلنا الان لنهاية الفيديو ديالنا لنهان اليوم ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم واذا كان عجبكم ما تنسوش تعملو اليجام وتبرتاجيوه مع الاصديقة نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى ام غارب سلام اشتركوا في القناة